بحضور كوكبة من القيادات الشرطية في الدولة نظم مركز بحوث شرطة الشرق صباح اليوم الأربعاء ملتقى الفكر الشرطي بجامعة الشرقاء التفاصيل في تقرير مراسلنا وليد الأصباحية ثلاثون عاما من التمييز هي حكاية دورية الفكر الشرطي والتي انطلق أول إصداراتها في العام 1992 واليوم تحتفل بعامها الثلاثين من خلال ملتقى الفكر الشرطي الذي شهده معالي الفريق ضاح خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة اللواء سيف الزر الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وسعادة اللواء شيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وسعادة اللواء عرف الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة لشؤون الأجانب والمنافذ بالشارقة وسعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة الملتقى بدأ بكلمة من قائد عام شرطة الشارقة حول أهمية هذا الحدث والهدف منه أرحب بكم جميعا من شارقة سلطان شارقة سلطان الخير والإنسانية سلطان العلم والمعرفة سلطان الذي وضع بناء الإنسان من أولوياته وهدف الأول وشغله الشاغل فسخر كل ما يملك من جهد ووقت وفكر ومال حتى أصبح للشارقة عاصمة للثقافة والكتابة هذا ونجحت دورية الفكر الشرطي طوال مسيرتها في التحقيق العديد من النجاحات خاصة في المجالات الأمنية هذه الدورية دورية علمية محكمة ربع سنوية تعنا بالأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالأمن بمفهومه شامل وقد صدر حتى الآن 122 عددا وأكثر من 1094 بحثا وشارك فيها أكثر من 600 باحث أولى جلسات الملتقى قدمها معالي الفريق ضاحخ الفان تميم وكانت حول التحديات الراهنة للفكر الشرطي من خلال ورقة عمل حملت عنوان الاستثمار في الإرهاب وأهم التحديات أمام الأجهزة الأمنية نحن اليوم في هذا الملتقى يمكن أن يطرحت موضوع الاستثمار في الإرهاب لأنه أصبح اليوم مع الأسف الشديد هناك من يستثمر في الإرهاب وحطينا الجرائم المتوقعة هنا تحدث وفقا لما يرى خبراء جريمة في المستقبل ووصينا بأنه يعني على الأقل نستعد أن نهي شبابنا ضباطنا قياداتنا المستقبلية بحيث أن تكون عندهم معرفة بالجرائم الرقمية القادمة والأساليب التي ممكن تستخدم في ارتكاب هذه الجرائم كما شهد الملتقى عقد عدد من الجلسات المتنوعة والهادفة لمعالجة وطرح التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الجهاز الشرطي بهدف استكشاف الرؤية الإقليمية العربية لتعزيز العمل الشرطي وترسيخ المعارف ومع ختام أعماله كرم سعادة الواسف الزر الشامسي قائد عام شطة الشارقة المتحدثين والمشاركين في الملتقى عبر إقامة العديد من الجلسات الحوارية جاء هذا الملتقى ليناقش عددا من المواضيع الشرطية مؤكدا على أهمية بناء الفكر والوعي الشرطي لإخبار الدار وليد الأصبحي الشارقة